ينظم مركز الشيخ محمد بن خليفة الخليفة للقلب حملة تتقيفية في مجمع سيتي سنتر وذلك للاحتفاء بيوم القلب العالمية ونشر التوعية حول مخاطر أمراض القلب والمضاعفة الناجمة عنها المزيد من التفاصيل في تقرير محمد الشعبان تزامنا مع يوم القلب العالمي نظم مركز الشيخ محمد بن خليفة الخليفة للقلب حملة شاملة في مجمع سيتي سنتر بالمنامة لنشر التوعية حول إحدى أكثر الأمراض انتشارا في العالم إذ تحتل أمراض القلب والأوعية الدموية المركز الأول لمسببات الوفاة دوليا ولا تختلف المنطقة عن هذه الظاهرة مع توفر أساليب الراحة في العصر الحديث وقلة الحركة وانتشار الأغذية الغير الصحية والسمنة لتكون نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب الأعلى في المنطقة متسببة بـ 54% من إجمال الوفيات السنوية في منطقة الشرق الأوسط نحن اليوم متواجدين في سيتي سنتر بحرين حق حملة حماية القلب هي حملة توعية الشعب البحريني بالمضار أمراض القلب ونحن اليوم متواجدين من أطباء تمريض كل يعني ياي اليوم تبرعا من وقته حق يساعد كل زوار سيتي سنتر اليوم عرفون بعض الأمور عن أمراض القلب ويقوم مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب بالمشاركة في أحياء هذه الفعالية للسنة الثانية على التوالي وتمتد الفعالية لمدة يومين يقوم فيها فريق طبي متخصص باستقبال الجمهور وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد المخاطر الصحية والسلوكية المؤدية إلى أمراض القلب وعمل اللازم من توفير نصائح أو علاجات لمحاربة هذه الآفة أنا من أمس شفت الإعلان عنه فجهس نفسي أن أكون الصبح أول واحد هنا لأن أنا تابع طبعا مع المستشفى فقلت يا هاي فرصة بعد زيادة الخير خيرين يعني بس طبعا النظام ممتاز والحمد لله نتائج كلها طيبة يعني فبكون أنا مرتاحة بكون حتى الأطباء اللي هنا أو الدكتور اللي هنا كان مبسوط يعني أن أنا في سن هاي يعني كنترول everything under control يعني الحمد لله رب العالمين يعني ونتمنى يعني الفعاليات دي تم من فترة لأخرى يعني وقد عبر الزوار عن امتنانهم لهذه الجهود الذي يقوم بها الطاقم التثقيفي الصحي وعن سرعة وزهولة التنقل بين المحطات والجودة العالية للخدمات المقدمة والله الإنسان يعني المفترض أنه بين فترة واخرى يعني يحاول أن يحافظ على جسمه وصحته فهذا good indication يعني له عشان بين فترة واخرى تعرف البراميترز اللي هو الأشياء الحيوية في جسمك شنو قاعد يصير والإهمال طبعا يأدي لعواقب لا تحمل عقبها وقد اختارت الفعالية هذا العام تسليط الضوء على أمراض القلب عند النساء بصفة خاصة وذلك الانتشار هذه الأمراض عندهن في الآوينة الأخيرة والتفكير المغلوط بأن الرجال هم فقط عرضا لأمراض القلب والمضاعفات الناتجة عنها تأتي هذه الفعالية تضامنا مع أهداف القطاع الصحي في المملكة وتماشيا مع السياسات الدولية للحد من أمراض القلب والأمراض الغير سارية والعواقب الناتجة عنها لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين حمد الشعبان